مرحبا بكم في فيديو جديد و وصفة جديدة اليوم ان شاء الله بش نبرتاج معاكم بنا 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 نهيش عادية باللخص بش تعجب عشيق الفرويد مير اليوم ان شاء الله بش نعمل معاكم بايلة بغلال البحر خليت مقلة حتيت فيها شوية زيت مقدار جوز مغار في زيت وخليت جوز في صوص ثوم قاسيتهم بسكينة مش رحيتهم بخاطر كينا رحيوهم بش يسايت حرقوا ويسايبوا المرارة امتيحوا حتيت تكا ثوم في المقلة وبيش نزيد عليه الكروفيت شنو عندي عندي كعبات كبار في الحاجم وعندي كعبات صغرونية حتيتهم الكل مع بعضهم عليش نعمل المرحلة هدية المرحلة هدية مهمة برشة اي حاجة طيبها الفرويد مير راهي تسيب الكروفيت بلخص كي تبدأ بقشورها بتبعارني احنا بعد ما نظفته كي تقول بالقشور متاع الكروفيت تسيب بنا اكثر من اللحمة اللي يفوص الكروفيت بيتها لذيك هنعمل لتاب هدية تفرق برشة في الماكلة حتيت كا كعبات الكروفيت يتقلو حتيت شوية ملح شوية كركم شوية فلفل اكحل باش نفوحهم باش ما يجيوش مستين بعد خاطر هذية تسمى نصو التيب وبعد باش نكمل التيب امتيحهم هكا فوحتهم من اللولة ملح فلفل اكحل شوية كركم ومدة دقيقتين هكيكا ما اكثر اشراف دقيقتين ثلاثة ويسايبوا المتعم طيحهم نشم انا ريحة الكروفيت خرجت كان الكروفيت كرية هكا تبدل لون امتيحة اولية روز معناها بداية دخللها تيب ونية هكا ناحية كعبة الكروفيت وانا باش نزيد مول بالنسبة لكمية الفرويد مير مش مشو نقول لكم قديش حاتيت بالضبط راهو تنجمو تحطوا اقل بارشة وتنجمو تحطوا اكثر كمية الكروفيت اللي متوفر عندكم ولي تحبوا عليه وحتى النوعية متاعه مش الكروفيت وحتى النوعية تنجمو تتعاملوها حتى بنوعية ولا زوز ولا ثلاثة ولا اكثر هيدا يرجع لكم انتوما به هنا عندي كعبة مول حاتيتهم وعندي كعبة كوك كيف كيف حاتيتهم هنا على حاجتين نطوا حاتيتهم اول حاجة بيسايبوا لي المتعم متاحه كما قلنا نفس البرانسبة بتاع الكروفيت وزيد باش يتحلو على خاطر انا الكعبة هذو ما باش نقشرها مش باش نخليهم بقشورهم هونية هاك على النار كيف ما قاعدين نشوفوا الكعبة اللي نلقاها تحلت سيئة ناحية علاش على خاطر نوعية هذية متاع الفرويد مير لكن تحلت راهي سيئة بخسك تابط معناه انا هايك الكعبة دوب ما تتحل الناحية كما قلتلكم باش نشوفوا الماء اللي سايبوا شفتوا الماء هذيكا ذيكا قوة وبنت الفرويد مير منها باش تتحل على خاطر انا باش نحيها من القشرة متاحه وزيد هاك بالسايب للمطعم متاحه باش البايلة تجي فيها مطعم الفرويد مير بالجده بيين حتى كانت حتيته كمية صغيرة هونية هاك كملت سايق تحلو الكل ناحيتهم في نفس المقلة كل شاي باش يتيب في مقلة واحدة في معون واحد توقب باش نبدأ انطايب في البايلة متاعي زدت شوية زيت عليك زيت هذيك موك الفيح اللي سايبوا الفرويد مير خليت راس بسال قصيتوا جويد وحتيتوا يتقلق فكاز زيت هذيكا هونية عندي اربعة فصو صدوم كبار كيف كيف باش نرحيهم ولا تناج ممكن تحبوا تقصهم بسكينة يعني هونية ربيتهم بهذه الجويدة وهكا في نفس الوقت قاعدة انقلي في اللبصل به هونية حتيت الكلمار على خاطر الكلمار مقارنة بالفرويد مير اللي عندي الكل هو يسحق اكثر شوية تتيب عندي ثلاثة قعبة كلمار قاعدتهم هكي كدور وحتيتهم يتقلقوا معك اللبصل والسيد والثو تقلى شوية تخلوا هكا شوية اتيب وطوى باش نكمل نحط بقية المكونات اه الاخرى اول حاجة ابديت بها مش نبدأ نحط اه اه تماطم خضيت كعبتين اه تماطم عطيتهم هكي كاتريفات صغار اما اه قشرتهم نحيط لهم اه القشرة نجمو نعوضوهم بكا لحكوكوا تماطم هذيكا اللي يبدأ كان مقصوصة ولا كعبة كاملة وصوهم ولا نحطوا تماطم مفرشك انا ما عليش تماطم هذيكا حتيت اه تماطم مفرشكا قشرتهم قصيتهم هكي كاتريفات صغار وباش نزيد نعزز مطعم تماطم هذيكا مش مطعم هي شوية كها وزيدها على اللون تماطم الفرسكي ما تعرفوا ما تعتيش برشة اللون والمطعم دونك زيت مغرفة صغيرة نصف مغرفة تماطم معجونة هاوك هونية باش نحل تماطم باش نخليها تتقلى شوية معك البصل والكلامار والزيد وزيد قلت متو باش متقعدش المطعم متاحة هونية باش مفوح حتيت الملح وردو بين الملح خطر كما تعرفوا الفريد مير تكون ملحة وما تستحقش برشة ملح كان هي ملحة باش زيت حبيتها كان عطيه توزويزة وحتيت فلفل اكحل وحتيت لسراب دوبخفونس هذا بالنسبة للفحات بايه انا عندي حاجة ما سنسا نحطها اليوم الا غالب ما عنديش اللي هي الزعفران سنسا كيبدا عندي زعفران نحلوه نحكي عزعفران الحر نحلوه في شوية ماء ونحطوه وراهو يفرق ويبنن بالبيه حتيتها كالوفحات مع تماطم باشا كالوفحات ما يدحرقوش ون كاملن تايب هون هي عندي شوية فريد مير مخلطة غليل البحر هذي كامخلطة وعندي كعبيت كخوفيت قشرين زيت حتيتهم به بالنسبة لكخوفيت كين تشفوني انا من بعد به تنقلكم من بعد شنوها عملت تفاصلكم من بعد خليني انتبع تصويراتها زيت شوية جلبينة عندي جلبينة تبننها جلبينة وجي فيها البايلة جلبينة حتيت شوية جلبينة وخليت كل شي هكيكا يتقل مع بعضو زيت انا الفرويد مير متاعي ما هيش فرشكة من الكونجيلاتور دونك مش تايب المي متاح كين الفرويد مير متاعنا فرشكة نزل القول هني شوية مي باش ما ما تتحق مكلو فحات ما يتحرقوش انا مستحقتش مزتش مزتش المي على خاطر شوفتو الفرويد مير عندي من الكونجيلاتور دونك سايبت المي هنا يراني مزتو ولا قدرة ماء كيني فرشكة زيتو شوية ماء لهني هكي خليتها تقلق بالكدية غتيتها مددقيقتين هكيكا وطاو باش نحط الروز انا حتيت مقدار 300 جرام روز وطاو باش نخلي يكا الروز يتقلى كيمان نفس البخنسيب متاع تتيب الروز امتاعي لي تعرفوه باش نخلي يكا الروز يتقلى ويشبع بكا اللفحات وكمطعم الفرويد مير هكيكا الجيبنين هيا الباي اللي يتيبوها يسبو الماء وبعد يحطو من فوق الروز انا نعم للعكس هكيكا خير بباشر انا جربت هكا وهكا بالطريقة هذي خير الروز اللي هنا يتقلق فكا في اللفحات تبدأ كونساندخيه ومطعم الفرويد مير هكيكا انا عندي الماء هذيه طيبت فيه الكروفيت عملت بي حاجة اخرى انا ان شاء الله اعطون حبطي لكم في فيديو اللي بعد ولا لي مت اشيه اا ما عندكش قشور اكا انا عندك قشور كروفيت كيما تعرفوني كيما واريتكو ما قبل نصمتو قشور الكروفيت وهذيك اللي نسقيو به انا هكيكا حتيت شوية من الوصفة الاخرى وحتيت مع القشور هذيك متاع هي من مشتعة قفيت متاعه وماخ اما كيف كيف المهم في رويد مير زيت حتيت شوية ماء انا بمأن هالمقلة متاعي منيش كبيرة برشا قاعدت نزيد بشوية بشوية في الماء كان معونكم كبير على كيلة روز نحطوا ازوز كيلة ماء تحبون تمرقوا فرد الماء امرقوا انا قاعدت كل مرة نعمل تخليطها على نار هادية ومغتي بشكل بخير شعليه كل مرة قاعدت نعمل تخليطها ونتفقد في الماء وهوكا نقاها مزيل نزيد في كمية الماء هكا تحريكا نزيد شوية ماء ونخليها التيب كي ما قلتلكم نجمو نمرقو كل شي امع بعضو هذي البايلام تاعي قريب التيب سيب خسك هوني تابط كي ما قلتلكم جوزت قاعدت نزيد في كمية الماء بشوية بشوية خاطر عندي مشكلة امتاع الماء انا دي اكبر مع ام اكبر مقلة معني ها عندي هوني يفهم مرحلة اينا عملتها اللي هي ل MLW PCHT اكبر افكروا كي ما قلتلكم قشرت هنالكوك خليته نص كعبة المول قشرت ولكلeras وحطيت شوي فلفل لا يعبو شو نحطو ملول خطا كواعد طوالفل لكوا لحاتيت الفلفل حشرتي وحطيت فلفل عندما قاشرت Eeninstant ح props لكل الفلفل امر جديد هنا اتفقط لقيتها نقص شوية ملحة شفتوني الملول ما حتيش برشة ملح زيت شوية ملح رشة في الفلاك حل ولهني هاوكا كل مرة انا عني هنضوق الروز ونزيد شوية ماء هذي اخر مرة زيت فيها الماء لقيتو نقص شوية اكا هاو ما يزيتش استحق بشيتيب برشة هني هاوكا غطيتو غطيتو شوية ومن بعد هزيت الاختاء هاوكا شفتو وطوى باش نكمل نحط قية فرويد مير خاتل هني بخيسك سيئ اه تاب به بنسبة للمول هذو ما كعبت مول مسكرين مش اللي حتيتهم لولانين حتيتهم لولانين من يقتلكم قشرتهم طوى خديت كعبت مول مسكرين شفت كي حتيت المول المول كي يبدأ مسكر ونحطوه والروز مزيل يتيب شفتو قداش مزيل ما في الروز لهني المول باش يتحل المول يتحل مفعول السخان وفيسا فيسا ما يتحل دقيقتين ثلاثة يتحل في المرحلة هذية نزينوا البايلام بتاعنا كيف ما نحبو نحطو المول نحطو الكخوفيت حط اللي تحب عليها هني قدتلكم حاجة هذو ما البلقشور معنيها نقراو حسيب دقيقتين ثلاثة باش يتحلوا ونيا هاوكا انا قاعدا نزين في البايلام كيف ما نحب حتيتك كعبت الكخوفيت هذيكم اللي قليتهم من لول كعبت مول كعبت كوك اكا هاو اللي هني بخسك البايلة حضرت بعد ما نكملو نزينوها نغتيوها ونخليو الروز يكمل يتيب منو اكلمي هذيك يكون سيئة شيح ومنو الفرويد مير اللي حاتينيها في الاخر تتحل هون هي سيئة شيح الروز المول والكوك والكخوفيت تكمل الطاب هبطهم وهاكا كانت البايلام تاعي زيتها رشة سخيرة متاعا مع دنوس باش نكسر اللون ويزيد يبننها وكيف كيف زيت اخذت كعبه قارس قاسيتها كيكا دي غندل وزيت زيانت بها وحتيتها كيف كيف وانها فيها فرويد مير القارس يمشي معها بالكدي قد منقلكم صدقوني قد منقلكم جيت بنينة وفوحة وشوية هكا هاو وهكا وصلت معكم الاخر الفيديو انشاء لا يكون اعجبكم انشاء لا تكونوا عاديتوا معي وقت به انشاء لا نقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي وبسلمة